بتنظيم من المجلس العلاء للبيئة وبالتعاون مع الأمم المتحدة للبيئة انطلقت في منتزه ومحمية دوحة عراد فعاليات مهرجان التواصل مع الطبيعة الذي حمل عنوان أنا مع الطبيعة والذي يتي تزامنا مع قرب مجيء اليوم العالمي للبيئة إن دوام صحة الجسد أمر لا يمكن فصله عن نموذجية تلك البيئة الخالية من أي تلوث قد يجلب معه الكثير من الأمراض خصوصا تلك التي تأتي في مقدمة مسبباتها فيروسات بحجم الذرة لا ترى بالعين المجردة تعتاش على مخلفات نفايات كتب عليها صنعت بجهل الإنسان مهرجان أنا مع الطبيعة جاء وقد حمل على عاطقه نشر الثقافة البيئية لدى أفراد المجتمع بمختلف فئاته العمرية نشر الثقافة البيئية وسط الجيل البحريني القادم إن شاء الله واليوم أبنائنا كلهم على وعي بالطبيعة والبيئة والمحافظة عليها فإحنا دورنا نزيد التوعي والثقافة البيئية نؤكد على دور البعد البيئي في تحقيق أي هدف من الأهداف سواء اقتصادية أو اجتماعية ومن هذا المنطلق تأتي الطبيعة كتفاعلها ما بين معها الإنسان تفاعله مع الطبيعة وتفاعل الطبيعة مع الإنسان هو مهم جدا فنحن نحاول تقريب وجهات النظر سواء كان السياسيين متخذين القرار أو الجمعيات والمواطن العادي وعلاقتهم في الطبيعة فعاليات متنوعة ومسابقات تثقيفية سيمضي المهرجان وخلال أيامه الثلاثة على إقامتها بمشاركة واسعة من مختلف المؤسسات الحكومية والأهلية التي لها مساس مباشر بكل ما يتعلق بمجال البيئة المتنوع نحن كوزارة داخلية مشاركين في اليوم العالمي للبيئة تأتي مشاركتنا في عدة قطاعات منها قطاع إدارة الإعلام الأمني أو بمعنى آخر إدارة الإعلام الأمني تشارك بمجلات خاصة بالأطفال كمجلة وطني في بعض الهدايا توزع على الأطفال بهدف تحبيذهم في هذه الأمور بالإضافة إلى المرور توجد أيضا لديهم كتيبات هدفها التوعية المرورية والقانونية والحفاظ على سلامة وأرواح الأبنائنا بالإضافة إلى الدفاع المدني فهو يشارك بآليات الدفاع المدني وذلك للعلاقة الوثيقة بينه وبين اليوم العالمي للبيئة أجنحة وظفت جميعها من أجل أن تكون كمحطات متعددة تبدع في تنمية الوعي والثقافة البيئية عبر ما تقدمه من برامج ترفيهية تجمع بين زيادة الوعي والترفيه نصرة مجتمعية من أجل الطبيعة بضمير المتكلم السامع لشكواها الحريص على درء كل ما قد يعكر صفاءها ونقاءها لتظل بحق مرتعا للنفس تجد فيها ضلتها وتسر العين عند رؤيها لتلفزيون البحرين محمد الشادات